بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة فيسا والكرة الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد ابقوا معنا وتابعوه لنهايتها ليوم آخر ما زالت قضية اختيار لعب هارت بارلين الشاب رهيم مازا للجزائر تصنع الحدث في الإعلام الألماني تقاري الألمانية تكلمت اليوم عن أمل تراجع مازا عن اختيار اللعب للجزائر وبقائه مع ألمانيا صحيفة بارلين لايف المحلية قالت اليوم أن لعب مازا للجزائر في لقاء الطوق المقبلين لا يعني بتاتنا أن خياره نهائي ويمكنه العودة عن قراره بسهولة الصحيفة الألمانية تحججت بقانون الفيفا الجديد الذي يتيح لللاعبين القصر والشباب العودة عن قرار اختيار أي بلد بعد تحقيق بعض الشروط فما زال الذي يبلغ من العمر 18 سنة يمكنه العودة لألمانيا لو لعب فقط ثلاث لقاءات مع الجزائر أو أقل ولهذا فإن لعبه للقاء يطوقوا بحسبهم وحتى لقاء في التربو ستيني شهر نوفمبر لا يعني أن قراره باللعب للجزائر النهائية الحقيقة أن القانون الذي يتكلم عنه الألمان قانون جديد ويسمى بقانون مونير الحدادي حيث يمكن لأي لعب أن يعود عن تمثيل أي بلد في حال كان قد لعب له وهو شاب 18 سنة أو أقل وأن يكون لعب ثلاث لقاعات أو أقل لكن هناك الشرط ثالث أنه لا يحق له تغيير جنسية البلد إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن آخر لقاء لعبهم معهم لذلك على مازا في حال قرر عدم اللاعب للجزائر انتظار 2027 للعب مرة أخرى مع ألمانيا وهو أمر منطقي وعلى أرض الواقع مستهيل ثم أن الجزائر وبيتكوفيتس سيشركونه سريعا في أول أربع لقاءات ولو كبديل وهذا لأجل ضمه نهائيا ومن خلال كل ما سبق فإنما تقوم به الصحافة الألمانية مجرد ضغط وأحلامهم على أرض الواقع بإعادة مازا لألمانيا لن تتحقق بعيدا عن أخبار اختياره لمستقبله الدولي وبالعودة لمستوياته وما يقدمه كنت قد أشرت في عدد سابق أن مازا قدم مستوى باحر ضد نورنبرغ وفرض سطوته على الجميع رغم أنه لا زال مرهق صحيفة كيكر الشهيرة كفاءته على مستوها المقدم ومنحة تقييم عال جدا واختارته عطفا على ذلك في تشكيلتها المثالية حيث تفوق إيبو كما يلقب على جميع لعبنا في مركزه لعب الدولي الجزائري أليكساندر أوكيتجا في الأسبوع الحالي لقعه رقم 200 بألوان ناديه ماتسا صحافة النادي وحسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي احتفلت بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد أن أليكس من أعمدة النادي ومن بين اللاعبين الأوفياء له خاصة أنه رفض الانتقال مرارا وخاصة في الصيف الماضي أوكيتجا عبر عن سعادته بهذا الإنجاز الرمزي كما تكلم عن مواصلة مشواره حارس ماتس يبلغ من العمر 36 سنة لكن رغم ذلك عبر عن رغبته في الاستمرار لسن الأربعين أو الواحد والأربعين أي لخمس سنوات مقبلها رغبة أوكيتجا في الاستمرار مع تألقه اللافت جدا في الفطرة الحالية قد يكون مبرر وهو ما قد يساعده أيضا على البقاء في المتخب الوطني خاصة أن مركز الحراسة ليستدعي عمل بدن كبير وحراس كثر بقوا لسن الأربعين وما فوق الأربعين أيضا تحدثت في عدد أمس عن الظهور الأول الجيد للاعب الخضر أحمد توبة ظهور أسعد كثيرا للأنصار وأيضا المدرب بسين كاسي هذا الأخير أدل بتصريحة إعلامية اليوم لصحابة البلجيكية تكلم فيها عن اللقاء وأثنى فيها كثيرا على لاعبه خاصة أحمد توبة الذي قالت الصحافة المقربة من النادي أنه يستحق ثناءا خاصة أكثر من باقي اللاعبين مدر ميشلين قال أن أحمد توبة لاعب بمستوى عال جدا ويجب أن يستفيد من تواجده مع الفريق هذا الموسم كما أثنى على هدوئه في التعامل مضيفا أنه قلل المساحات أمام هجوم الفريق الخاصة وهو ما سمح لفريقه بالدفاع بقوة ومنه الخروج بنتيجة جيدة وهي الفوز ساعدتهم على تسلق الترتيب توبة مطالب بالاستثمار في هذه التصريحات ومواصلة التألق بعد ابتعاده عن الأضواء لبضعة أسابيع عدد دولي الجزائري مهدي الدورفال ليخطفها من جديد حيث نال اليوم ثناءا كبيرا من الإعلام الإيطالي وإعلام نديه باري على وجه الخصوص الصعف الإيطالية قالت أن الدورفال قدم مستوى كبير ضد فروس النوني وكان حاسما كما كان ممتازا دفاعيا وهجوميا وعطفا على كل ما سبق تم اختياره ضمن الأحسن دورفال كما أشرته أمس سجل هدفا من ثلاثية فريقه وهو مساعده أفوا على ولوش تشكيلة الأسبوع لأول مرة منذ فترة دورفال وبحسب موقع صوفا سكور نال التقييم 7 من 10 وهو تقييم تفوق به على جميع الأظهر مع الإشارة أنه لعب في مركز الظاهير الأيصر وليس الأيمن لكن رغم ما حصل عليه من ثناء دورفال يملك مستويات أكبر بكثير عليه إظهارها سريعا رغم أن مستوى في الأسبوع الحالي ضد أوندرلاخت لم يكن لفتن ولم يترك أي بصمات مباشرة في تعادل فريق شارلورو إلا أن ذلك لم يمنع لعب الخضر آدم زورغان من دخول تشكيلة الأسبوع للدوري البلجيكي صحيفة فوتبال بريمير وفي فقرتها فوتبال بريمير 11 قررت اختيار أحسن 11 لاعبا دون ترتيب مراكز وكان زورغان من بينهم الصحيفة السابقة قالت أن آدم كان أحسن لاعب في لقاء أوندرلاخت صحيح أن اللقاء انتهى بتعادل السلبي لكن فنيا زورغان قدم بحسبهم مستوى كبير جدا وساهم هجوميا في خلق عديد الفرص أما دفاعيا وهو مركزه الطبيعي فقد قدم مستوى جيد اختيار زورغان فيما تشكيلات الأسبوع صار عاديا وهو الذي يقدم واحد من أحسن بدايات مواسمه منذ الوصول لبلجيكا تكلمت طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن النقد اللادع الذي يصل الدول الجزائري أرام الزرق من كل حدب وصعوبة لدرجة أن البعض شن عليه حملات لطرده من فريقة زرق الذي عانى طويلا تلقى جرعة معنوية عالية جدا أتته من مدربه في فينورد براين بريسكي والذي قال في تصريحات إعلامية أن ثقته في الدول الجزائري لم ولن تهتز بريسكي قال عن زرقي لاعب جيد وقد شاهد له عدة لقاءات سابقة ورى أنه ممتاز كما شاهد لقاء الجزائر وليبيريا الأخير والذي قدم فيه مستوى ممتاز بحسب مدربه ولأجل كل هذا زرقي بالنسبة له يبقى لاعب جيد جدا لكن أي لاعب في العالم يمر بفترة فراغ وما يمر به زرقي حاليا لا يعد كونه فترة فراغ ولا يجب أن تكون أكثر من ذلك بريسكي واجه سؤالا من أحد الصحفيين عما إذا كان هناك تناقض فمن جهة يثني على زرقي ويصفه باللاعب الجيد ومن جهة أخرى أبعده عن لقاء بريد الأخير وهنا قال بريسكي أن إبعاد زرقي خيار فني ويمكن أن يعود قريبا وأيضا هذا سيكون خيار فني والخيارات الفنية موجودة في كرة القدم لكن على العموم هو يثق في زرقي وقدرته على العودة منذ انطلاقة الدور الهولندي والدولي الجزائري للأمال ولعب سبارتا روتردام كاميل نغلي يقدم المستويات الكبيرة ويسجل الأهداف الرائعة الأسبوع الحالي لم يختلف عن سابقية حيث قدم الجزائري مستوى ممتاز وتمكن من تسجيل هدف النصر ليؤكد أن موسمه الأول في المستوى العالي كبير وأن تواجده في المنتخب الوطني في التربصات المقبلة لا بد أن يحدث كاميل نغلي تمكن من ترك بصمة كبيرة في لقاء فالفيك الأخير وقدم مستوى راق جدا نال بفضله ثناء كبير من الإعلام الهولندي اليوم الإذنين الذي أكد أن بصمة نغلي كانت واضحة في تحسن مستوى ونتائج فريقه وما مستواه الراقي في لقاء فالفيك الأخير إلا تأكيد على مستوها الكبير أصلا ثناء الإعلام الهولندي على النغلي لم يتوقف ولا يبدو أنه سيتوقف لشاب أبهر الجميع الثناء الكبير الذي ناله الجزائري مكنه في الأخير من الحصول على تقييمة عالية من مختلف مواقع الإحصائيات موقع صوفا سكور العالمي منح كاميل نغلي التقييم 8.3 وهو تقييم استطاع به التفوق على جميع أجنحة الدور الهولندي الإرديفيزي ومكنه بالتالي من ولوش تشكيلة الأسبوع في الدور الهولندي لثاني مرة هذا الموسم ما يقدمه النغلي من مستويات يتزامن ومستويات حاج موسى الضعيفة صحيح أن جناح فينورد يظهر بين اللقاء والآخر لكن النغلي أساسي دائما وهما في نفس الدور ضيف إلى ذلك أن النغلي يملك ثلاث أهداف في حين حاج موسى لم يسجل لغاية الآن نفس الأمر يقال على الأجنحة الأخرى كبو عناني وبلومي وغايتان أرقام نغلي أكبر منهم جميعا لذلك صدعه للخضر يبقى منطقي جدا تبعا للأحداث السابقة عن لاعب الخضر يسين إبراهيمي والسماح له بالتدرب وبصورة طبيعية عاد الجزائري للمشاركة أساسيا مع فريقه في الدور حين بدأ لقاء قطر إبراهيمي وكما فعل دائما مع الغرفة قدم مستوى مميز وقاد فريقه للفوز وترك بصمة مباشرة في نصر فريقه بتلاثية حين سجل عدفا من ركل الجزاء عودة إبراهيمي للمنافسة كانت مفاجئة واستعاد مكانه الأساسي بشكل سريع جدا ما يؤكد أن مشاكله السابقة كانت خارج الإطار الغياضي إبراهيمي مطالب الآن بالتركيز وتقديم مستويات أكبر وأكبر في الجوالات المقبلة وأيضا في دور أبطال آسيا لتثبيت نفسه أساسيا ولما لا إقناع بيتكوفيتش بإعادته خاصة مع وضعيد بالرحمة المتدهورة كشف الحساب الرسمي لمؤسسة دور نجوم قطر عن قائمة من ست أسماء قال أنها تألقت بصورة لافتة في الأسبوع الحالي من الدوري ومن بينها سيتم اختيار أحسن لاعب الجولة القائمة شملت كما تشاهدون المتألق الجزائري ولاعب الشمال بغداد بنجاح الذي بصم على مستوى كبير ضد الخور واختير الأحسن بعد أن سجل هدفا وقدم كرة حاسمة في هدف الفريق وهدف الفوز الثاني إلى ذلك ومع تألق بغداد دائما فقد اختيرها بصورة طبيعية في تشكيلة الأسبوع للجولة المنقضية موقع السوفا سكور العالمي منح الجزائري التقييم 8.6 من 10 وهو تقييم سمح له باقتحام التشكيل المثالية موقع السوفا سكور أشار لأرقام بغداد الكبيرة ومحاولاته على المرمى والتي كانت كبيرة كفاءة لمساعدته على نيل تقييم جيد والتواجد ضمن الأحسن تألق لاعبين للأسبوع الحالي لم يتوقف على الدوريات المعروفة لكن حتى على الدوريات المغمورة لاعب شارلوروا السابق والمعار لنادي جيور الماجري نادير بن بوعلي سجل هذا الأسبوع هدفين وقعد فريقه لتحقيق أول فوز ونال على إثر ذلك الثناء والتقييم العالي وهو الثناء والتقييم الذي سمح له بدخول تشكيلة الأسبوع الماجري لأول مرة هذا الموسم بن بوعلي يلعب في نادي ضعيف يحتل المركز الأخير لكن ذلك غير مهم المهم أن يشارك باستمرار ويسجل الكثير من الأهداف من أجل سعادة الثقة ولم لا العودة مستقبلاً لبلجيكا وشارلوروا وتقديم مستويات كبيرة تكون ممهداً لانتقاله لفريق أكبر وإنقار تجربته الاحترافية التي وصفها الكثيرون مبدئياً أنها فشلت لكن كل شيء لم ينتهي لغاية الآن كشفت مصادر سعودية اليوم الاثنين أن غياب لاعب الخضرياض محرز عن لقاء الجندل ضمن كأس المملكة لا يعني أنه ما زال يعاني من المرض المصادر السعودية قالت أن محرز تعافوا بشكل كامل وشارك في تدريب فريقه أيضاً لكن مدربه قرر إراحته فقط مدرب الأهل يرعى أن محرز عانى من إجهاد بدني كبير وبما أن اللقاء سهل على الورق فضل إراحته ونجمين آخرين في الفريق تحسباً للقاء الوصل في دور أطال آسيا محرز كان قد عانى من هجوم عنيف جداً بسبب اتهامه بإهانة المملكة العربية السعودية بعد أن ظهر بدون شال اليوم الوطني في اللقاء فريقي السابق لكنه ظهر اليوم بالزي الرسم السعودي كاعتذار منه ربما على ما بذر منها تكلمت في قبل أيام عن وضعية الجزائرية نصنهاجي ورغبته في الخروج من تينيريفي بسبب تهميشه فرغم أنه يبلغ من العمر 19 سنة فقط إلا أنه يريد مركزاً أساسياً مع فريقه الأمور وصلت لغاية المطالبة بالرحيل لكن يبدو أن حدثاً مهماً قد حدث الأسبوع الحالي جعل الأمور تتحسن وهذا بإيقالة المدرب السابق وتعيين مدرب جديد هو بيبي مال صحيفة استعدو دي بورتيف الأندلوسية قالت أن صنهاجي شارك لأول مرة في شوط كامل وكان ذلك قبل يومين لدى سبورتينغ خيخون وقدم مستوى ممتاز وهو مستوى ربما يقنع مدربه الجديد ويمنحه مركزاً أساسياً دائماً مناجر صنهاجي رغم ذلك يبحثون عن فرق جديد لضمه وبالفعل حصلوا على عربين والأمور مؤجلة لغاية جنف المقبل إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غداً السلام عليكم